موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم شباب إن شاء الله بخير معكم كالعادة عليق عيشي من مدونة مجهول المعلومات محترف للمعلومات في حلقة جديدة سنتعرف من خلالها على تطبيق خاص بموقع تسو هذا الموقع الذي ظهر أخيرا وعمل ضجة كبيرة على مستوى الإعلام وعلى مستوى الإنترنت والاتصال فهذا الموقع يعني أول من نوعه يقوم بالدفع هو أول الموقع الاجتماعي موقع التواصل الاجتماعي شبيه جدا بالفيسبوك ويأخذ بعض الميزات من موقع تويتر ومواقع أخرى أحباب للتواصل الاجتماعي فهذا الموقع عمل ضجة كبيرة لماذا؟ لأنه يقوم بتقاسم الأرباح يعني حصة الأسد من أرباحه مع مستخدمه فهو يتقاسم كما ظهرت أو كما نشرت الأخبار أنه يتقاسم حوالي 90% من أرباحه ويستفده من أرباحه من إرادات الإعلان فهذا الموقع كما نعلمه فهو شبيه من فيسبوك شبيه جدا وقد قمنا بنشر الدرس حول طريقة التسجيل في هذا الموقع فهو يعني يضم فكرة جميلة جدا وهي فكرة العائلة أو الشجرة العائلة في الموقع فالموقع تسو لا تقوم بتسجيل من خلال مباشرة المعلومات كموقع فيسبوك بل للتسجيل فيه تقوم يعني يقوم شخص لديه حساب على تسو يقوم بدعوتك فهذا كله شرحناه في الدرس الذي سابق أحبابي سأدعو هذا الدرس أيضا في التدوينة وهذا الموقع يعني يضم أيضا التواصل فهتستطيع التواصل مع الشخص الذي على قائمة الأصدقاء الخاصة بك لكن ما يعني يختلف عن الموقع فيسبوك هو أنك يعني يجب أن تدخل إلى حساب أو يعني صفحة شخصية للصديق ثم تقوم بإرسال إليه رسالة يعني ليس كدردشة كما تجد يعني أيقولة الدردشة تقوم بالضغط عليها مباشرة ثم تقوم بالدردشة مع الصديق مباشرة يعني حتى وإن تغيرت الصفحات أو قمت بانتقال من صفحة إلى أخرى لكن موقع تسو يعني ستدخل إليه تقوم بإرسال إليه رسالة أحبابي الله ثم يعني يرسلك رسالة بنفس الأمر وهكذا أحبابي الله لن تستطيع الدردشة أو لن تستطيع التواصل مع أصدقائك بسهولة في هذا المجال قام مجموعة من المبرمجين ومجموعة من الأشخاص الذين يقومون بتطوير التطبيقات بإنشاء تطبيق يمكنك من الدردشة أحبابي الله مع أصدقائك على تسو هذا التطبيق جميع جدا يعني تستطيع يعني فتح الدردشة وانتقال عبر الصفحات والدردشة تبقى تابتة في الصفحة أحبابي الله يعني لا يأخذ منك وقت في الدخول إلى الرسائل والخروج ثم الدخول مجددا ثم الخروج يعني هذا أمر أصبح يعني ممل إذن طريقة تتميز هذا التطبيق سهل جدا ستجد الرابط طبعا أسفل الفيديو كالعادة تقوم بالدغطة له بعد ذلك سيقلك إلى موقع كروم ويب ستور التابع لتطبيقات جوجل كروم فبعد انتقال إلى هذا الموقع فقط تقوم بالدغطة أجوتي أكروم أولا يعني هذا موقع تسو بغرف خلفية جديدة وبالمناسبة أدعوكم إلى حسابي آلق عيشي كما تلاحظ أحباب في الله بعد ذلك يعني بعد المرء إلى هذا الموقع كما قلنا ستقوم بالدغطة لأجوتي أكروم كالعادة فبعد الدغطة على أجوتي أكروم ستنبتغ لك نافذة بهذا الشكل تقوم فقط بالدغطة لأجوتي ثم يعني تنتظر قليلا حتى يتم رفع الملف ثم تتبيت التطبيق على جهازك كما تلاحظ لقد تم تتبيق تطبيق الآن إذن فبعد تطبيق التطبيق تقوم فقط بحذف هذه الصفحة ثم يعني تقوم بإعادة تحميل هذه الصفحة إذن فبعد إعادة تحميل الصفحة كما تلاحظ تنتظر قليلا تظهر لك هذه الصفحة أحباب في الله تقوم بالدغط على أوكي أو تقوم بدعوة أصدقائك أحباب في الله يعني تقوم بدعوة هذا الصدق فكما تلاحظ تظهر تنبت لك نافذة أسفل الفيديو تقوم بالدغط عليها ثم يعني أنا الأولا إذن كما تلاحظ يجب يعني لا يظهر لي صديق لماذا؟ لأن ليس هناك من أصدقاء من يستخدم هذا التطبيق إذن يجب أن تفهم هذا الأمر الأمر أو الأمر السلبي أو يعرقل هذه العملية هو أن أصدقائك الذي تود التواصل معه يجب أن يتوفر هذا التطبيق أيضا يجب أن يقوم بتثبيت هذا التطبيق على متصفحه لتستطيع التواصل معه أحباب في الله كما تلاحظ يعني فقط تقوم بالدغط إذا قام شخص من أصدقائك على تسو بتثبيت هذا التطبيق سيظهر لك هنا وتستطيع التواصل معه عبر الضغط عليه كفيسبوك مباشرة أحباب في الله فهذا هو الدرس أتمنى أن يكون قد أفادكم لا تبخلوا عليه بمشاكل قناتي على اليوتيوب وكذلك زيارة صفحاتنا على الفيسبوك وكذلك زيارة حساب على التسو مع زيارة مدولتنا الرسمية مدولة مجهول معلمات المحترف للمعلومات كان معكم كالعادة علي قعيشي دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء اشتركوا في القناة